طرحنا فكرة الحوار الوطني حوار وطن لكل عراقي قوى سياسية تحت مسمى الحوار الوطني يحاول رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي استثمار كل حراك سياسي ليضمن استمراره في السلطة مرة ورقة إصلاح بيضاء ومرة وعود تغيير بالجملة وهذه المرة دعوة للأحزاب والكتل إلى حوار سياسي الأطراف المدعوة إلى الحوار تنضوي تحت مظلة سياسية واحدة وذات توجه سياسي واحد وسلوك متشابه من ناحية السرقة والفساد وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية وفوق ذلك كله مرتبطة بميليشيات لا تعرف غير السلاح أداة لتحاور به خصومها الحراك الشعبي العام خارج لعبة الحوار هذه وسبق له أن أكد رفضه لأي حوار مع المنظومة السياسية التي جربها لسنين طويلة وآمن بعدم قدرتها على الإصلاح وتقديم نموذج حكم وطني فإذا كان الشعب العراقي غير معني بهذا الحوار فلماذا يدعو إليه الكاظمي وما هي دوافعه ومن الجهات المستفيدة منه؟ منذ عام 2003 تحاول العملية السياسية تغيير جلدها مرارا وتبديل أقنعتها كلما فضح فسادها أمام الشعب فتدعو إلى حوارات ومؤتمرات تحت شعارات وطنية براقة تعقد الندوات وتدشن الحملات الإعلامية وتقام المؤتمرات والنتيجة نفقات كبيرة على هذه الفعاليات دون أن تغير شيئا لصالح الشعب العراقي مصطفى الكاظمي أدرك أن تعقد الوضع السياسي والأمني في العراق وصل إلى مرحلة متطورة فلابد من إيهام الشارع بوجود عمليات تغيير فأعاد سيرة تسابقيه ودعا إلى هذا الحوار الذي لن ينتج عنه إلا مزيد من التجمعات والأحزاب بأسماء جديدة لكنها تعمل على قاعدة الحكم السياسي الحالي وبالتالي مزيد من التعقيد في المشهد السياسي وضبابية أكثر في خارطة الحكم القائم ترجمة نانسي قنقر